نرجو أن تصفر هذه الانتخابات عن حكومة تفتح ذراعها لكافة شرائح الشعب العراقي وإن تركيا في هذه المرحلة قد دعمت وما زالت تدعم العراقيين من دون أي تمييز وتفرقة وإننا ندعم العراق في الجانب الاقتصادي والأمني ونعمل على ونحن مستعدون للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة ونحن نتابع التطورات والاحتجاجات التي بدأت في العراق منذ أشهر ونحن نرى أن العنف ليس وسيلة للمطالبة بالحق نحن ضد استخدام العنف ونعبر هنا عن قلقنا مما يحدث ونؤكد على ذلك هنا أمام السيد العباد ونحن نو